ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انتهاك حقوق العمال في قطر فللدوحة ملف قديم مليء بالنقاط السوداء في هذا القطاع فهناك انتهاك جديد لحقوق العمال تمارسه الحكومة القطرية بمنعها حالياً أي مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية إجراء كشفت عنه الرابطة الخليجية للحقوق والحريات في نداء عاجل أرسلته إلى منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعثين للأمم المتحدة الرابطة قالت في بيان أن إلغاء الدوحة كل الإجازات السنوية بسبب ظروف عمل قاسية للعمال ويضعهم تحت ضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد خصوصاً عمال الشركات التي بالفعل تشرف على الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم في كرة القدم عام 2022 لكن الإجراءات التعصفية التي اتخذتها قطر بحق العمال وإدانتها منظمات حقوقية عالمية ليست جديدة فمنظمة أمنيستي أكدت أن عشرات العمال الأجانب في منشآت بطولة كرة القدم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية لأشهر ويعيشون في أماكن مزرية ومقتضة أما من طلق راتبه فكان أقل من المبلغ المتفق عليه كذلك ذكرت منظمة هيومين رايتس ووتش نقلاً عن عمال في قطر تعرضهم لخصومات واقتطاعات غير قانونية من أجورهم وحرمانهم من حرية التنقل ومن الحصول على الرعاية الصحية من جهتها أمهلت الأمم المتحدة قطر حتى نوفمبر المقبل لتحسن ظروف العمال على أراضيها خصوصاً العمالة الأجنبية وإلا ستعلن المنظمة المباشرة في تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة للدوحة لشأن انتهاكات حقوق الإنسان هذا هو الملف الذي سنتابع الليلة موضوع العمالة ينضم إلينا من القاهرة عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة سيد حافظ أهلاً بك معنا في سكاينيوز عربية بما أنك عضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أود أن أسألك بداية كيف يتم التوصل إلى هذه المعلومات الدقيقة التي نشرت اليوم في تقرير الرابطة الخليجية بيتم طبعاً تلقي شكاوي خاصة بالعمال المهاجرين أو العمال الذين يعملون داخل الدولة أيضاً هناك تقارير زي ما أشرت موجودة للعفو الدولية والهيومارات ووتش وأيضاً منظمة العمل الدولية تتابع على ملف العمالة في قطر منذ أن أطلق تحذيرات بشأن أوضاع العمال الذين يعملون في البنية الأساسية للمؤسسات الرياضية بشأن كأس العالم والأوضاع المزرية التي يتم فيها معاملة هؤلاء العمال وحرمانهم من الكثير من الحقوق المنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية لذلك جاءت الأجراءات الأخيرة في الحقيقة وهو قرارات حكومية أعلنت منع العمال من الصفر وإعلان حالة الطوارئ ومنعهم من أخذ الأكاذات ودي كلها في الحقيقة في ظل الظروف السيئة التي تعمل أو القاسية التي يعمل فيها العمال تعتبر عقوبات وممارسات لا تتفق مع معايير حول الإنسان وتخالف المعايير الدولية وتخالف مصاق منظمة عمل الدولية لذلك جمعنا هذه الشكاوية وهذه المعلومات وخاطبنا بها منظمة العمل الدولية لكي تتحرك لأن هذا جزء من مسؤوليتها لحماية العمال من الإجراءات القاسية والإجراءات التي تنتاج حقوقهم لا يوجد مبرر لمنع العمال من الصفر حتى الإشارة إلى الأجراءات التي قامت بها الدول المجورة هي إجراءات سيادية لا تتعلق بمنع الصفر لأنه يجوز لكل الطائرات الشركات الأخرى غير الشركة القطرية أنها تدخل إلى المجال الجوي القطري وتستطيع أن تنقل وبالتالي ما فيش مبررات تفرد هذه الإجراءات التعسفية ضد العمال ومنعهم بالإضافة إلى طبعا الظروف الموروصة من المعاملة السيئة للعمال وبالتالي بنتكلم على أوضاع شديدة القصوة وحرمان من التواصل مع الأسر ومع الأهل في ظل طول مدة العمل التي يعمل فيها العمال بعيدة كلها حقوق بطبيعة الحال سيد حافظ وردت في هذا التقرير الذي قامت به الرابطة الخليجية سيد حافظ لمن اطلع على هذه الشهادات التي تحدثت عنها الآن يرى بعض الخوف في وجوه العاملين لا يريدون أن يتحدثوا عن ظروفهم خوفا من خسارة عملهم أو حتى من خسارة إقاماتهم عن ماذا ينبع هذا الخوف برأيك سيد حافظ؟ نحن عارفين طبعا أنه في ممورسات قمعية في التعامل مع العمال وهناك تهديد بحرمانهم من الوظائف وحرمانهم من الأموال من حقوقهم المالية أو خصمها أو تأخرها وكل هذه مسائل بتجعل العمال يعملوا في بيئة في الحقيقة بيئة من الخوف ومن القمع ومن الاستبداد وبالتالي عندما يشتكون لا يقدمون أسماءهم كاملة أو يطلبون عدم نشر أسماءهم حتى لا يتعرضوا إلى عقاب أو إلى ممورسات قمعية لذلك في الحقيقة كثير من المنظمات تحدثت عن بيئة العمل القاسية التي يعمل فيها أولا أو الظروف المعاشية القاسية طبعا نحن عارفين معظم هذه العمالة من بلدان أسيوية من بلدان عربية جاءت لتحصل على رزق وعمل وبالتالي بتقبل للأسف بهذه الشروط القاسية من أجل لقمط العيش لكن القانون الدولي بيمنع هذا الكلام المنظمة العمالة الدولية ودستورها يمنعون هذه الانتهاكات ويطلبون من الدول احترام حقوق الإنسان لكل العمال المهاجرين وأسرهم هؤلاء يقدمون خدمة للمجتمع القطري والشعب القطري وبالتالي يجب أن يعملوا بما يحفظ عليهم كرامة الإنسان الرابطة الخليجية للحقوق والحريات هنا سيد حافظ قدمت نداء للأمم المتحدة تحديدا لمنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة متابعة هذا الملف أود أن أعرف منك ما الآليات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها هنا في هذا الاتجاه في ظل هذه الأجواء السيئة منظمة العمل الدولية طبعا وقطر طرف في هذه المعاهدة في دستور هذه المنظمة تملك الحق في إرسال بعث التقص حقائق مفيدين من المنظمة للتحقق من الأوضاع بشأن العمالة المهاجرة وأيضا المفوضية السامية تملك أنها تطلب إضاحات من الحكومة القطرية وإذا تطلب الأمر أن جاءت معلومات إضافية تؤكد على أن هناك استمرار لهذه الممارسات فيبقى فيه إمكانية أن التعيين مقرر خاص لهذه القضية بحيث أنه يحقق في هذه الانتهاكات وأجمع معلومات ويقدمها إلى المجلس الدولي لحول الإنسان ستحافظ الأمم المتحدة أمهلت الدوحة حتى نوفمبر المقبل لتقوم بهذا التحقيق الذي ذكرته الآن البعض يعتبر هذه المهلة تساهلا ما رأيك؟ لا هو طبعا الأمم المتحدة وألياتها بتبقى فيه جزء من البروكراطية وجزء من التأخير نتيجة أنه فيه إجراءات محددة يتم بالتشاور مع الدولة نفسها وموافقتها لانتقال البيئة إليها وبالتالي المسائل السيادية في الحقيقة بتؤثر على بعض الإجراءات الأممية وبتأخرها إنما مهم جدا أن القرار صدر وأنه فيه متابعة وأنه فيه رصد لي أنه هناك انتهاكات ومهم جدا أنه نستمر كمنظمات غير حكومية في إعطاء معلومات وإعطاء تقارير حوالي الانتهاكات بحيث أنه نعجل من الإجراءات الحقوقية للأممية من أجل أن محاصرة هذه الانتهاكات بانتظار هذا الوقت سيد حافظ من يتحمل مسؤولية العمال الذين يعيشون أوضاعا سيئة بالفعل كما ذكر التقرير المنظمة العمل الدولية عندها مهمة عاجلة أنها تلاحق الحكومة القطرية وأنها ترسل إليها ضرورة التزام بالمعايير الدولية الواردة في مساق منظمة العمل الدولية أيضا حكومات العمال المهاجرين عليهم أن تدخلوا وهي حكومات كثيرة جدا في عدد كبير من الأمم لديها عمال في دولة قطر وبالتالي لهم حق أيضا أنهم يتابعوا أوضاع العمالة هناك وبالتالي نحن نشد المجتمع الدولي أن لا يترك العمال في هذه الظروف وأن يعمل فورا على توفير الظروف الجيدة وتحسين هذه الظروف ووقف هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة القطرية مع التأكيد أنه لا يوجد أي ظرف استثنائي يسمح بمثل هذه الإجراءات الاستثنائية تجاه العمالة طيب سيد حافظ دعني أسألك لو التزمت قطر بالمطالب التي حددتها الدول الأربع المقاطعة منذ بدء هذه الأزمة هل برأيك لكان وصل وضع هؤلاء لما وصل عليه اليوم؟ في الحقيقة طبعا ما كان وصل لهذا الأمر إنما نعرف أن الوضع الخاص بالعمالة في مشاكل من قبل هذه الإجراءات إنما جاءت رفض المطالب الدول الأربعة في الحقيقة ليضيف أوضاع أصعب بدليل صدور القرار من الحكومة القطرية بمنع الأجازات ومنع سفر العمال وتركم لأعمالهم وده معناه قيود إضافية على حق التنقل للعمال وحق الالتقاء بأسرهم وبالتالي هذا الرفض والتعند في التعاون مع دول هي شقيقة ومجورة وجزء من منظومات إقليمية مثل جامعة الدول العربية والتحاد الخليجي فأنا أظن أن هذا التعند في الحقيقة يصيب ليس فقط العمال في قطر بأوضاع الصعبة وإنما المواطنين القطرين أنفسهم يتعرضون لضغوط شديدة جدا لذلك البيان في الحقيقة كان يتحدث عن المواطنين القطريين والعمال المهاجرين الطرفين في الحقيقة يتعرضون لنفس الضغوط ونفس الإجراءات الاستثنائية والقمع لنتيجة هذه الكارات الحكومية لذلك على الحكومة القطرية أن تعيد النظر في موقفها بشأن تصعيد الأزمة مع الدول الأربعة والعودة مرة أخرى إلى الأسرة العربية والقبول فعلا بهذه القرارات وهذه المطالب بحيث أنها تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمتنع عن دعم المنظمات الإرهابية وده أهم مطلبين في الحياة في المطالب التي طلبتها الدول بالإضافة إلى المطالب التفصيلية المهمة لإتمؤنان هذه الدول وعودة قطر مرة أخرى كدولة عضوة طرف في الجامعة العربية سيد حافظ فيما يخص العمالة دائما أمام الضغط الدولي والحقوقي هل تعتقد أن قطر سترضخ وستحسن أوضاع العمال الموجودين داخل قطر خلال هذه الفترة قبل نوفمبر؟ أشك في هذا لأنه في الحقيقة إذا كان في الأوضاع الطبيعية قبل هذه الأزمة لم يحدث تحسن بدليل تقارير العفو الدولية والهومارات ووتش والمنظمة العمل الدولية وبالتالي بعد هذه الأزمة أصبح فيه أوضاع أصعب أنها تستجيب الآن بالعكس أنها تأخذ قرارات أكثر شدة وأكثر قصوة على العمال الموجودين وبالتالي غير متوقع أن يتم التحرك نحو حل هذه الأوضاع في الفترة القادمة لذلك نحن نتحرك بقوة مع المنظمات الدولية ومع الأمم المتحدة حتى تسرع من إجراءاتها وتسعى للضغط أكثر على الحكومة القطرية لتحسين أوضاع العمالة شكرا جزيلا لعضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة على المشاركة معنا